السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبه بكم في قناتي في وصفة جديدة اليوم اختارت لكم الفريزيه ست اون باتيسخي اباس دو فريز اون جنواز اون كرام دنك بدون اطالة نفوتو تدسوط المقادير وطريقة تحضير اول حاجة رح نبدأ بها هي الكرام اليوم اختارت باش نوجد الفريزيه التاعي بلا كرام مسلين كوالا كرام مسلين كوالا كرام مسلين كوالا كرام باتيسيه بما انه هاد الكرام تحتاج باش تبرد في التلاجه رح نبدأ بها اول حاجة رح نديرها رح نقسم كميه السكر ندير نصف التحه في الحليب ونحطه فوق النار يغلي والنصف التحه نديره مع سفر البيض نخلط ملاح ونزيد كميه الافاغين كما رحكم تشوفو وبعد غليان هادك الحليب والسكر رح نضيفو بالتدريج فوق هادك خليط سفر البيض والسكر والفرينام بالتدريج علاش باش هادك لشوك باش سفر البيض ليش لانو الحليب رح سخون رح نضيف بالتدريج ونحرك فيت فيت قبل ما نعطيش هادك الحرارة طيب لسفر البيض ونرجع الكل في نفس الكازخول فوق النار النار تكون مهيلة حتى تعقد معي هادك الكرام وفي الاخير كي تعقد معي هادك الكرام تبقى تدير فوقاعات كما رحكم تشوفو تحسبوها 1 منوت تجعلوها 1 منوت ابقى تنحوها من فوق النار وتزيدو لها السكر فانيه في الاخير انا ما كانش عندي لغوزة فانيه سينو لغوزة فانيه تعملوها تغلي مع الحليب يعني مدق احسن كي نحوها من النار سنضيف نصف كمية الزبدة نصف كمية الزبدة والنصف الثاني نحتفظ به فيما بعد كي نديرو نصف كمية الزبدة رح نتحصلو على نغطيوها بلو في المان اليمنتر و كونتاكت يعني ما نخليش الها وقت وشيها باش متشكلش هديك الطبقة اليابسة من فوق نغلفها مليح ونحطها في التلاجة تبرد ونفوت تتسويت لجنواز المقادير رحي دهرة على الشاشة باللغتين الفرنسية والعربية نبدأ نضرب اربع بيضات مع مية وعشرين جرام سكر فيتاس ماكسيمال دائما هذا هو السر واحد من أسرار النجاح الجنواز بدون محسن وبدون أي شيء فقط عشر دقائق نضربه في هذا البيض مع السكر حتى يتضعف الخاليط ثم نضيف الفرنس نحبسه البتخان ونبدأ على دون مريز نخلطه من الأعلى إلى الأسفل حتى لا نهبطه هذا الخاليط ونخرجه منه الهواء وندخلها للفرن في هذه المرحلة نصف الثاني لدينا تكون بردت تماما وشدة روحها نضيفها تتخلط ونبقى غير بشوية بشوية نضيف لها لما يرسل لكي نسهل عملية الاندماج لكي نضربها لكي نسهل عملية الاندماج وفي الأخير نضيف ونضيفها ونضيفها نضيف الفرنس هنا في المرحلة نختار الفرنس يكون قياس واحد لكي نضيفها في السرق السرق التعنس 20 سنتيمتر حاولوا تختار الفرنس تكون متساوية في القياس تكون الشكل التاحه شباب وشدة روحها ومشي هذيك الفاتيجة دونت الجنواز بعد ما طابت قطعتها على 3 ديسك سنحتاج 2 فقط ونحل الحواف تحتاج الجنواز يكون ديامتر 18 سنتيمتر فقط لكي نضيفها ونشمخها بسرق عادي ولمنشمخها بالحليب وصكر الفانيليا ونجيب الكرام التي نقوم بها نقوم بها نبدأ أولا بملء الفراغات بين كل حبة وحبات الفراز هذا الشيء ضروري باش نملء كامل هذوك الفراغات أبخي نديره في الواسط نجيب الاسباتيجة ونعدله بهذه الطريقة وهنا نجيبو ديفخيز من قطعين دي كيب خمس حبات ونزيدو فوقها شوية على كرام ونجيبو لديزيام ديسك تعله جنواز او بالحليب وكرر ماشي شرط نضغطه ملاح باش يبقنا شوية على البلاس باش نزيدو الكرام من فوق ونعدله بلاس باتويل نعدله الوجه كيما راكم تشوفو كين تحصلوا على سيخ فاسليس بهذه الطريقة الباقي على الكرام نديروه وريدات بهذه الشكل امسي بوخصة درت غير وريدات صغر هكا وزوقت بالفارولة دونك هاد في هاد المرحلة راح تدخلوها للتلاجة ودخلوها تبات في التلاجة مين الاحسن تبات علاش باش تحكي مع راسها دونك هنا رانا الغد من ذاك خليتها باتت وشدت راسها غاية هاديك لك خام جبت شوية تعبستاشي يبقى هادا اختياري درتو دردرتو هكا من فوق للتزيين وفي هاد المرحلة راح ننحي للساخ اللي يتنحها معكم بكل سهولة وهادا هو الفريزية تعنا في الاخير من بعد ما ريح و الكرام شدت راسها يعني من الاحسن مينموم تخوى زور في الفري هكذا باش نعطيو الفرصة لهاديك الكرام تشد راسها ملاح وما يهبطناش كي ناحي والسركل دونك هادا هو الفريزية تعنا وهادا هو من الداخل كيفاش يجي وانا في اخر الفيديو نتمنى الوصفة على اليوم عجبتكم ونقول لكم الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة